ونتواجه الآن إلى مركز البرلين لوسط برلين ومن هناك مراسلتنا نهلة الحناوي نهلة المشاركة العربية تمتد أيضا إلى فئة الأفلام الوثائقية دورة هذا العام حافلة بهذه الأفلام فما أهم الأفلام الوثائقية العربية؟ يعني من أهم أو من أكثر الأفلام العربية التي أبهرت الجمهور بفكرتها وفيلم استياد أجباح للمخرج الفلسطيني رائد أندوني والفيلم يجسد مشاهد التعذيب والتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية المخرج جمع مجموعة من المساجين السابقين وطلب منهم بناء سجن أو زنزانة تحاكي الزنزانة التي عاشوا بها خلال الاعتقال ويمكن رؤية مشاهد عملية البناء بالفيلم وفعلا عاد هؤلاء السجناء إلى زنزانتهم ووصفوا لنا معاناتهم وكل قصص التعذيب والضرب والاختصاب وكل المأساة التي عاشوها واحد السجناء قال لقد تم تحريري جسديا من السجون الإسرائيلية ولكن السجن عاش بداخلي وأنا ما زلت أعيش داخل السجن ولكن هذا الفيلم ساعدني نفسيا فعليا التحرر نفسيا من السجن من خلال مواجهة كل مأساتي وكل الذكريات الأليمة التي أردت دائما الهرب منها يعني جدير بالذكر أن أيضا المخرج كان مسجونا لمدة عام بالسجون الإسرائيلية يعني الفيلم كان مليئا بالمشاعر الغضب الضحك البكاء كان مؤثرا جدا نعم لطالما كان الفن محاولة للخلاص من أزمات وأيضا يعني مساعدة للتخلص من هذه الأزمات النفسية نهلا لكن القارة السمراء هي أيضا بمواضيعها السياسية والاجتماعية تشكل محور في هذه الدورة فكيف تم تداول ذلك فعلا يعني القارة السمراء يعني أحد أهم مواضيع برلينة لهذا العام سواء العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء أو العبودية الفقر الاستعمار من الأفلام التي لفتت انتباهي هو الفيلم البرازيلي فازانت وهو يعني فيلم يجمع بين تاريخ ثلاث قارات القارة الأوروبية الأفريقية وأمريكا اللاتينية ويتحدث عن جلب البرتغاليين للعبيد الأفارقة إلى البرازيل وتدور أحداث الفيلم يعني في عشرينيات القرن التاسع عشر قبل استقلال البرازيل ولذلك يعني الفيلم يظهر وحشية العبودية وكيف أثرت العبودية على ثقافة ولغات الشعوب الأفريقية شكرا جزيلا لك مرسلنا إلى البرلينة لنهل الحنوي